موضوع الجامعة في خدمة القضايا الوطنية والوحدة الترابية شكل موضوع اللقاء النظم بمدينة فاس بمشاركة جامعيين وباحثين وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير واستهدف هذا اللقاء تسليط الضوء على الدور الذي ستطلع به الجامعة المغربية بشكل عام وجامعة سيد محمد بن عبد الله على وجه الخصوص في تعزيز مبادئ المواطنة والكرامة الوطنية والحفاظ على القيم المشاركة في هذا اللقاء قدموا بعض الأساتد الجامعين تابعين الجامعة كتابات نشرها في سنتين الفارطتين كتاب يتكلم على الحكامة والسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية زمن الصلاطين العلويين وكذلك كتاب باللغة الإنجليزية ونأكد على أن العمل على ترجمة الأعمال إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية عمل مهم ونحاولون نقوم به في السنوات المقبلة إن شاء الله ونحن نشجع الترجمة لكي أن كثير من الناس تعرفوا على القضايا الوطنية الكبرى للمملكة المغربية هذا اللقاء العلمي يندرج في سياق الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء وبالذكرى الثالثة والستين للاستقلال كما أن جامعة فاس تعد متدخلا رئيسيا في مجال الحفاظ على القيم المشاركة وصيانة الذاكرة الوطنية اليوم نتناول بالدرس والتحليل القضية الوحدة الترابية للمملكة من خلال مجموعة الإصدارات ومن خلال الكلمات التي جاءت خلال هذا اليوم الدراسي والتي نرم من خلالها النبش عبر الصفحات المشرقة لتاريخ الكفاح الوطني وروائع الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل تذكير الطلبة والأجيال الناشئة والصاعدة بالكفاح المريل الذي خاده العرش والشعب كمة وقاعدة من أجل السيادة الوطنية وتثبيت الوحدة الترابية للمملكة بهذه المناسبة قدم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شهدت حول فترة الاحتلال والاستقلال بما في ذلك التضحيات التي قدمها المجاهدون والجنود المغاربة وهذا اللقاء من تنظيم جامعة سيد محمد بن عبد الله والمندوب يسامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير